أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نص صاعا من بر أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين خراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عطيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمر بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاش أراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيانة عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة لما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنى ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد وعمر بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح فقال خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمال عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاعا من طعام قال أبو عبد الرحمن هذا أثبت الثلاثة أخبرني محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرج بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سر عن أبي سعيد الخضرية قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سر عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر أخبرنا هند بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقر فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام وكان فيما علم الناس أنه قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال فأخذ الناس بذلك أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجهال قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخضري قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقر أو صاعا من سلت ثم شك سفيان فقال دقيق أو صلت أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاعا من تمر أو شعير قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله فأوسعه أعطوا صاعا من بر أو غيره أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو ثلت أو زبيب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخضري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا ليث عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدث أن أبا سعيد الخضرية قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنغلة عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيان مكيان أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن حدثنا زهير حدثنا موسى قال وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال ابن بزيع بزكاة الفطر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي خوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك من ذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل أخبرنا الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع قال حدثنا شعبة قال وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتابة عن أبي المديح عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخبرنا قتابة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو فيك في الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم عن حجاج قال ابن جريد أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخفعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوط قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عز وجل قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها أخبرنا عبيد الله بن فعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين عن منصور عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا للصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف اليوم رجلا له مئة ألف ما كان له يومئذ درهم أخبرنا بشر بن صالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وعروة سمعا حكيم بن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العلياء خير من اليد السفلى أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع ابن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك مختصر أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياط عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطر فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صلي ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين ثم قال تصدقوا فطرح أحد ثوبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا إذا دخل المسجد بهيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم وأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبين خذ ثوبك وانتهره أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولاء باللحم قال أمرني مولايا أن أقدد لحما فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولايا فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لماذا ضربته فقال يطعم طعامي بغير أن آمره وقال مرة أخرى بغير أمري قال الأجر بينكما أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قيل أرأيت إن لم يجدها قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل فإن لم يفعل قال يأمر بالخير قيل أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا وائد يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخاز مثل ذلك ولا ينقف كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بما أنفقت أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب أن أباه حدث عن عبد الله بن عمر قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عظية إلا بإذن زوجها مختصر أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنبأنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا أيتنا بك أسرع لحوقا فقال أطولكن يدا فأخذن قصبة فجعلن يدرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا فكانت أطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعطاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفصل أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمر بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلة وابدأ بمن تعول أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر عن ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبدالله بن يزيد الأنصارية يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة ثم قال حدثناه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بترقوته أو برقبته يقول أبو هريرة أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع قال طاووس سمعت أبا هريرة يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا أهيبر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة تقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثني الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلاغ عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها قالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشان بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن زبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك أخبرنا نصر بن علي عن خالد حدثنا شعبه عن المحمل عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشك تمر أنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمر بن مرة حدثهم عن خيثم عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها ذكر شعبه أنه فعله ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشك التمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال وذكر عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جمير يحدث عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاء قوم عراتا حفاتا متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلها ثم خطر فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالأمس قبلتها فأما اليوم فلا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تشفعوا ويخضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء أخبرنا هارون بن سعيد قال أنبأنا سفيان عن عمر عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيا بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ابن جابر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا محيلة أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبا بها نفسه أحد المتصدقين أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا قال المثبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمثبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك وأنبأنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائلة ولو بغلف في حديث هارون محرق أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمض فضله الذي منعه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي يدينك وإني كنت امرأا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا قال بالإسلام قال قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك قال أنبأنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل أخذ برأس فرسه في سديل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا يحدث عن زيد بن ربيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل أما الذين يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قوما فسألهم بالله عز وجل ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفه رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له وثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظروم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنا ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة الشيخ الزاني والعائل المذهب والإمام الكذاب أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حمهد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يبغضهم الله عز وجل البيع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي ثم أحد بني نبهانة فأضبت قريش وقال مرة أخرى صناديد قريش فقالوا توقي صناديد نجد وتدعونها قال إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فمن يطع الله عز وجل إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتلك يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعات أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم وأخبرنا علي بن حجر واللظلة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك أخبرنا محمد بن نضر بن مساور قال حدثنا حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر له قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته جائحة فاجداحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الإجاة من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح لكم من زهرة وذكر الدنيا وزينتها فقال رجل أويأتي الخير بالشر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق ينسح الرحضاء وقال أشاهد السائل إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خافرتها استقبلت عين الشمس فسلطت ثم بالت ثم رتعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن حصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا ولو من حليكن قالت وكان عبد الله خفيف ذات اليد فقالت له أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى فقال عبد الله سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه فخرج إلينا بلال فقلنا له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ولا تخبره من نحن فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية قال نعم لهما أجغان أجر القرابة وأجر الصدقة أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن ابن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحمة أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقافي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطان بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أثكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في البسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد الخضري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر أخبرنا علي بن شعيب قال أنبأنا معن قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحططب على بغه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن أبي ذئب حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي واحدة وله الجنة قال يحيا ها هنا كلمة معناها أن لا يسأل الناس شيئا أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيا وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدث عن أبي بكر عن قبيصة بن مخارف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلح المسألة إلا لثلاثة رجل أصابت ما له جائحة يسأل حتى يثيب سدادا من عيش ثم يمزك ورجل تحمل حمالة ويسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك عن المسألة ورجل يحلف ثلاثة نفر من قومه من ذو الحجاب الله لقد حلت المسألة لفلان يسأل حتى يصيب قواما من معيشة ثم يمسك عن المسألة فما سوى ذلك سحر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا أغنى قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب قال يحيى قال سفيان وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عمر عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلحفوا في المسألة ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كارب فيبارك له فيما أعطيته أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيين عن داود بن شابور عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أربعون درهما فهو الملحب أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعت فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن الخاسم قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقالت إي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل عنه وهو مغطل وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سأل الحافة قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهمة فرجعت ولم أسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنان الله عز وجل أخبرنا هناد بن السري عن أبي مكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بد أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جند بن قال 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 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 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 أخبرني عروة عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا نسكين بربوكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكير قال حدثني أبي عن عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل فقال قذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له مثل قوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائد بن يزيد عن حويط بن عبد العزة قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعقى عليه عمالة فلا تقبلها قال أجل إن لي أفراسا وأعبذا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه إني أردت الذي أردت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له أعطيه من هو أحوج إليه مني فقال ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائد بن يزيد أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة رددتها فقلت بلى فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني كنت أردت مثل الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك أخبرنا عمر بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال عمر ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كيتها قال فقلت بلى قال فما تريد إلى ذلك فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسه أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطيه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسه أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له استعمينا يا رسول الله على الصدقات فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بقرة أسمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم قال نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخذوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة لم يأكل وإن قيل هدية بسط يده أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأخيرت حين أعتقت وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وكان زوجها حرا أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترث وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فأراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قالا حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ثمرا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلم قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فقال رجل في كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسى بوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التنيمي كل عام يا رسول الله فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمر بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الضعم قال فحج عن أبيك واعتمر أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال حدثنا سويد وهو ابن عمر عن زهير قال حدثنا سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة مثله سواء إلا أنه قال تكفر ما بينهما أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال ثم الحج المبرور أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا بن وهب عن مخرمة عن أبي قال سمعت ثهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفض الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن اللي قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمر أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جغير عن حبيب وهو ابن أبي عمر عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معه فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمر بن دينار قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حبان أبو خالد عن عمر بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة أخبرنا محمد بن بشار القال حدثنا محمد القال حدثنا شعبة عن أبي بشر القال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية قال نعم قال فقد الله فهو أحق بالوفاة أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني موسى بن سلمة الهذري أن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غدا تجمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحمن أفأحج عنه قال نعم أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر توضع قال حج عن أبيك واعتمر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تخضيه قال نعم قال فحج عنه أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم النسائي عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية قال نعم قال فديم الله أحق أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شدته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا قال نعم قال فحج عن أبيك أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس غريف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم رأة من خث عن تستفتيه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الودع أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبر أن ابن عباس أخبر أن امرأة من خفع ما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسنا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا هشاب عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن غبطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال نعم قال فحج عن أمك أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صديا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والغفل عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون قالوا من أنتم؟ قالوا رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر أخبرنا سليمان بن داود بن حمد بن سعد بن أخي رجدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر أخبرنا هنال بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دلونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل أخبرنا كتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم أخبرنا كتيبة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا هشام بن بحرام قال حدثنا المعافى عن أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذا تعرق ولأهل اليمن يلمدم أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يخي بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنى ولأهل اليمن يلمدم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يخي بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنى ولأهل اليمن يلمدم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من للحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلمدم أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصري قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذا تعفق ولأهل نجد قرنى ولأهل اليمن يلمدم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرنى ولأهل اليمن يلمدم قال هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك من حيث بدى حتى يبلغ ذلك أهل مكة أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر بن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلمدم ولأهل نجد القرنى فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن كان يريد الحج والعمر فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بجل حليفة ببيداء وصلى في مسجدها أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بجل حليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مباركة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخب البطحاء الذي بجل حليفة وصلى بها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النطر وهو ابن شميل قال حدثنا أشعة وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والبطح له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيا وهو ابن سعيد الأنصري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخث عنية فلما كانوا به الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم أنهم اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصري أسأله عن ذلك فوجدته يرتسل بين قرني البئر وهو مستثر بثوب فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطقطأه حتى بدى رأسه ثم قال لإنسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجدن عليهم فإن لم يجدن عليهم فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعران والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال فأدخلت رأس القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمر متضمخ بطيب فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فالسل ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليهم فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص وقال عمر مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس القفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين أخبرنا قتيبة عن نالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد عليه فليلبس قفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن علي قالا حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين أخبرنا أبو الأشعة في أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن ابن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفافة إلا أن لا يكون نعال فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورث أو زعفران أو مسه ورث أو زعفران أخبرنا هناد بن الشريع عن ابن أبي زائدة قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج أخبرنا أحمد بن عمر بن السرخ والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب أخبرني يونث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال عيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن سالم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيده أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه حين أحل أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحلّه بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت أخبرنا عيش بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له بقاء أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحلّه أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال أنبأنا شعيب بن ليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا بن إدريسة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان وأنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسحاق يعني الأزرق قال أنبأنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيس طيب النسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا محمد وهو بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا هنال بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل أخبرنا قتيبة وهنال بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته تابعه إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيص الطيب في مثارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كنت أرى وبيص الطيب في مثارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بالقطيران أحب إلي من ذلك فذكرت ذلك لعائشة فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح يمضح طيبا أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن نسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطيران أحب إلي من أن أصبح محرما أمضح طيبا فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال حماد يعني للرجال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمره وعليه مقطعات وهو متضمخ بفلوق فقال أهللت بعمره فما أصنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال كنت أتقي هذا وأغسله فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرته أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعران وعليه جبة وهو مصفر نحيته ورأسه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمره وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك أخبرنا ختيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرا فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت قال فانطلقت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت 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 أنا أمرتها أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ويكفل في ثوبين خارجا رأسه ووجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نات رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمر وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن زبير عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أنبأنا صبي فذكر مثله قال فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هنه أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أنبأنا ابن جريت وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيرك عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلم أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما لأنت أضل من جملك هذا فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأشعة عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحجر قال كنت جالسا عند عثمان فسمع علي يلبي بعمرة وحجة فقال ألم نكن ننهى عن هذا قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المطعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال علي لبيك بحجة وعمرة معها فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النظر عن شعبة بهذا الإسناد مثله أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت قلت أهللت بإهلالك قال فإني سقت الهدي وقرنت قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول قال لي عمران بن حسين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمره ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة هذا أحدهم لا بأس به وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيا وعبد العزيز بن صهيد وحميد الطويل وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا عبد العزيز بن صهيد وحميد الطويل ويحيا بن أبي إسحاق كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال أنبأنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنسا يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدونا إلا صديانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج معا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي به الحليفة وبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروى واليقصر واليحلن ثم ليهل بالحج ثم ليهدي ومن لم يجد هديا فليطم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفى فطاف بالصفى والمروى سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حج علي وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع قال بلى قال له علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى أخبرنا كتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتع فقال له رجل رويدك لبعض فتياكا فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراب ثم يروحوا بالحج تقطر رؤسهم أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال معاوية لابن عباس أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة قال لا يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس وهو ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفى والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفت الناس لذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسق قلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فبيتأد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسق قال إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الأدي أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرث قال قال لي عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل برأيه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله وسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت بالمدينة تصع حجج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمث أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عمينا فخرجنا لا ننوي إلا الحج أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين انقراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا لا ننوي إلا الحج فلما كنا بسرف حدثوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحق قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني خيس بن مسلم قال سمعت طالق بن شهاب قال قال أبو موسى أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حجح قال أحججت قلت نعم قال كيف قلت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فطف بالبيت وبالصفى والمروة وأحل ففعلت ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتأد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به وقال عمر إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن علي قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا قال لعلي بما أهلت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي الهدي قال فلا تحل أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حرامة كما أنت قال وأهدى علي له هدية أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقي فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح قال فتخطيته فقالت لي ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحل قال قلت إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت إني أهللت بما أهللت قال فإني قد سقت الهدي وقرنت أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمر إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفى والمروح ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوه النحر فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بدي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر ابني محمد بن زيد أنه ما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حجثناه شيء قال أنبأنا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك أخبرنا ختيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه اسماعيل بن أمية عنه مسلا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر قال حدثنا أشعة عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمر حين صلى الظهر أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء أخبرنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته به الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن صادق بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن عبيد الله وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبورية عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تهل إذا استوت بك ناقته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس ليخرج معه حتى جاء ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستثري بثوب ثم أهلي ففعلت مختصر أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها وتهدي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفى والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفى والمروى ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجست قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والنفذ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشقي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر قال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمر بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني إبراهيم بن عقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرق بين الناس فحدثته حديثه يعني أكرمة فحدثني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبثني فإن لك على ربك ما استثنيت أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأني شعيب قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أنه سمع طاوسا وعكرمة يخبراني عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباع فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث تحبثني قال إسحاق قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام وزهري قال نعم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أثند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وفب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم قال كان ابن عمر ينكر الاشتراق في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفى والمروح ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هدية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراق في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشتلق فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطف به وبين الصفى والمروح ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة مختصر أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا وكيع قال حدثني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهلا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محلة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يقرم أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمره ولم تحلل أنت من عمرته قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظبر وأهل بالحج أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قال فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيال عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم أخبرنا الحسين بن عيسى أثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاتة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن عليا قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتالة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعليه ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا لما يجتنبه المحرم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه قال قالت عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يقله إلا الطواف بالبيت أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ما يمتنع من نساء أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبي سمعه يحدث عن جابر أنه سمعه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتاذة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال في الرابع اركبها ويلك أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد بحر أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يتقن فأحلل قالت عائشة فحت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أما كنت طفتي ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهدي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن يحيا عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمره فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منا ومذاكيرنا تقطر من المني فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم ولولا الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استجبرت ما أهديت قال وقدم علي من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت قال وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد قال هي للأبد أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبد أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة أخبرنا عمر بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج قال كانت لنا رفة أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن أبيه عن أبي ذر قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بشر بن خالد قال أنبأنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال كان في المتعة رخصة لنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمر فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك قال وقال إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة لنا خاصة أخبرنا عبد الأعلى بن واصر بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وعيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشفر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأت دبر وعفى الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابع مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاغم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة ابن عبيد الله ورجل آخر فأحل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج أخبرنا ختيبة عن مالك عن أب النظر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ورأى حمارا وحشية فاستوى على فرسة ثم ساءل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعم كموها الله عز وجل أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشف أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم لهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا غبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه أخبرنا ختيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثام أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال أما إنه لم نرده عليك إلا أنا حرم أخبرنا ختيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسام عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان رأى حمار وحش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا خيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبل قال نعم أخبرني عمر بن علي قال سمعت يحيا وسمعت أبا عاصم قال حدثنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دمى وهو محرم وهو بقديد فردها عليه أخبرنا يوسف بن حمد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم إمارة وهو محرم فرده عليه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا حمار وحش فطعنته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقططع فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته وهو قائل بالسقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقططعوا دونك فانتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش وعندي منه فقال للقوم كلوا وهم محرمون أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا محمد وهو ابن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي ختادة أن أباه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري فاصفت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي ختادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست صوتا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توفي من وراء المصلين وأنت راكبة قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزر لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا للطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن وهو حرام الحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس لا جناح على من قتلهن الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيا بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فإلى ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمر وهو ابن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمر بن دينار أن أبا الشعثاء حدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفح حراما أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمر الخمسي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخبرنا كتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن مالك أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله أينكح المحرم فقال أبان إن عثمان بن عفان حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال أنبأنا عمر بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم قال بعد أخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وسء كان به أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتابه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وسء كان به أخبرني هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو بن عسمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمر في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاتا أي ذلك فعلت أجزأ عنك أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أنبأنا عمر وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة قال أحرمت فكثر قمر رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بإصبعه فقال انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناخته وهو محرم فمات فقال رفول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيل ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا محرما صرع عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ثم قال على إثره خارجا رأسه قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال شعبة فسألته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال ولا تخمر وجهه ورأسه أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأقعصه أو قال فأقعصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت رجلا محرما ناقته فقتلته فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفظه بعير فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقف وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبثوه ثوبي ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبدالله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنه ما كلمى عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل فقال لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى أخبرنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصواخ عن يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن الحجاج بن عمر الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المسنة قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصواخ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أكرمه عن الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذيطوا يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة أخبرني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا بن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف أخبرنا هناد بن السري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيا بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض أخبرنا قطيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه أخبرنا عبيض الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس أن نبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحج وقد أهل بالحج فصل الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن ابن جريج قال عضاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحج أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يبن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه فله أسرع فيهم من نضح النبل أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يرضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فذكر كلمة معناها إلا الإذخر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وجل أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريط أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمى ولا يعبد بها شجرا فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائد أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر أخبرني أبي عن الزهري أخبرني سحيم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيدات أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن عياس قال حدثنا أبي عن نسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يغزف بجيش منهم أخبرني محمد بن داود المصريصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثنا ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنون قال تكون لهم قبورا أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سمع جده يقول حدثتني حفصة أنه قال صلى الله عليه وسلم ليأمن هذا البيت جيش يغذونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة والفأرة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن غياس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريت أخبرني أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه الله شركم ووقاكم شرها أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطال قال حدثنا حجات قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلها فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس 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 من الدواب لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مهبر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والخذة أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمر عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضب شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قال عمر يبن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه فولذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل أخبرنا قطيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلية يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جاذر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما كنت أظن أحد لن يفعل هذا إلا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا في دار يعلى استقبل القبلة ودع أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روا هذا الحديث عن نافعا عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه بن جريج وغيره أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الكعبة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة أخبرنا محمد بن سلمة والحاية بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بن الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لأن لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا فإن قريشا لما بنت البيت استقصرت أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي وفي حديث محمد قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك بن الزبير جعل لها بابين أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقية وبابا غربية فإنهم قد عجدوا عن بلائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه قال يزيد وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسنمة الإبل متلاحكة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب فمكثوا فيها مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا هشيم قال أنبأنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلاب فأجافوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج قال ابن عمر كان أول من لقيت بلاب قلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأسطوانتين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة أن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجهدا يقول أتي بن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة سبح في نواحيها وكبر ولم يصلي ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة أخبرنا هنال بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال ابن زبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن صالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت قال ادخل الحجرة فإنه من البيت أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة فقال إذا أردت دخول البيت فصليها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومة اقتصروا حيث بنوا أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر أن بن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحيه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن أثامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين التين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهيير والتسبيع والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعلى ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبي أنه كان يقود بن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فقال ابن عباس أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيتقدم فيصلي حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لغضه قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعد رقبه أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ضاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره في نذر فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نذر أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام اللفظ ليوسف خالفه حنظلة ابن أبي سفيان أخبرنا محمد بن سليمان قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة ابن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن عبد الله ابن باباه وعن جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مارك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مصطور أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس عروة لم يسمعه من أم سلمة أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد وهو ابن عمر الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبرت حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعك قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت بن عمر وسألناه عن رجل قدم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعة عن الحسن عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفن أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحلل فحل القوم حتى حلوا إلى نساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحن أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمر أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدة فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعة وبين الصفا والمر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي أخبرني هاني بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موش بن داود عن حمال بن سلم عن عقاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سعيد بن غفلة أن عمر قبل الحجر والتزم وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس وجرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيع قال رأيت عمر جاء إلى الحجر فقال إني لأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم دنا منه فقبله أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن حنغلة قال رأيت طاوسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحام مر ولم يزاحم وإن رآه خالية قبله ثلاثة ثم قال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك وقال ابن عباس رأيت عمر بن مصطاب فعل مثل ذلك ثم قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك أخبرني عبد الأعلى بن واصر بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع ويزعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن نوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمر أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربع ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفة والمر أخبرنا أحمد بن عمر وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاد عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال وعيث رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار أخبرني محمد بن سليمان عن حمد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من ناحية الحجر فقالوا لهؤلاء أجلد من كذا أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمد عن الزبير بن عدي قال سأل رجل بن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله أخبرنا محمد بن الموسنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كيان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن الموسنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيض الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن عبيد الله وابن جريج ومارك عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين مختصر أخبرنا أحمد بن عمر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أحدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافع قال قال عبدالله رضي الله عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليمانية والحجر في شدة ولا رفا أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام الحجر في رفاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستلمه أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجة أخبرنا بشر بن هلال قال أنبأنا عبد الوارث عن خالد عن أكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا يا محمد قال حدثنا يا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحله قال فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في غط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراء قال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك فكنت أنادي حتى صحب صوتي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير ابن كثير عن أبي عن المطل ابن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد أخبرنا ختيبة قال حدثنا سفيان عن عمر قال يعني ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفى والمروى وقال لقد كان لكم في رسول الله أثوة حسنة أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا ليس عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ فبدأ بالصفة فرقي عليها حتى بدى له البيت فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ما شياه حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدى له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة رمل ثلاثا ومشى أربعة ثم قرأ واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفى أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم ومغيرة وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم أخبرنا يا علي بن حجر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرفه وهو قائم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمر بن بينار قال سمعت سمعت بن عمر يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة قال شعبة وأخبرني أيوب عن عمر بن بينار عن ابن عمر أنه قال سنة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال قرأت على عائشة فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت ما أبالي أن لا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت إنما كان ناس من أهل الجاهدية لا يطوفون بينهما فلما كان الإسلام ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر إلا الآية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه فكانت سنة أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال سألت عائشة عن قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما أخبرنا محمد بن سلم قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروز من شعائر الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللطل عن بن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريح له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو بين ذلك أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب قال أنبأنا ليس عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال طفا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا لها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه إن الناس غشوف أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان قال رأيت بن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى أخبرنا يا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا التوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت بن عمر ذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن يسار عن الزهري قال سأل ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته أخبرنا ختيبة قال حدثنا حمال عن جديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بن جشيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شد أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه أخبرنا محمد بن المسنة عن سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر قال لما تصوبت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا ليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدى له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعى بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا ورقي عليها حتى بدى له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم مشى حتى إذا انصبت قدما سعى حتى إذا صعدت قدما مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سنع جابرا يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا أخبرنا محمد بن المسنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبر أن ابن عباس أخبره عن معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمرة على المروة أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حميات بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفى والمروة في أيام العشر قال قيس والناس ينفرون هذا على معاوية أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيين قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج قال فلما أنطاف بالبيت وبين الصفى والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجه قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحلل فلبست ثيابي وفطيبت من طيبي ثم جلست إلى الزبير فقال استأخيري عني فقلت أتخشى أن أذب عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكبر فسنع رغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء لقد بدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فإذا علي عليها فقال له أبو بكر أمير أم رسول قال لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراء أقرأها على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براء حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براء حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأخضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها قال أبو عبد الرحمن ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجت هذا لألا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم وعيحي بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث وكأن علي بن المديني خلق للحديث أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا واجعلوها عمره فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن محمد بن عمر بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة فقلت أنزلني ظلها قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منا ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة وفي حديث الحارث يقال له السربة سرحة سر تحتها سبعون نبيا أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الوارث ثخة قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحصل خذ وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التربية قال بمنا فقلت أين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلم عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلم عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس ونحن غاديان من منا إلى عرفاء ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه